اشتركوا في القناة في متناول ايدك ان شاء الله احنا طبعا حلقتنا النهاردة للصف الثالث لشعبة الزخرافة والبيكور الموضوع الدرس النهاردة هنتكلم عن الفن البيزنطي والقطي فنين هم فنين مع بعض يعتبروا فن واحد يعني هم ما تتخضش ان احنا هناخد موضوعين او درسين لا هم الدرسين هو درس واحد يعني هو اللي هقوله هنا هو اللي هنا بس هو الفرق بس فيه المسمى طيب احنا بنتكلم في مادة تاريخ الفنون الزخرافية اللي هي بتتكلم عن تاريخ الحضرات وتاريخ الفن وإيه اللi حصل في العصور السابقة احنا النهاردة بنتكلم بقى في مرحلة جديدة من مراحل الفن يمكن في الحلقات اللي قبل كده كنا بنقوله قبل الميلاد قبل الميلاد احنا النهاردة بقى بنتكلم بعد الميلاد يعني ايه بعد الميلاد يعني بعد ميلاد مين السيد المسيح كويس؟ طيب وانت بتقول ان الموضوع النهاردة اسمه الفن البيزنطي والفن القبطي ولو هحط عنوان للدرسين مع بعض هنقوله الفن المسيحي لما ظهرت الديانة المسيحية في الامبراطورية الرومانية في نهاية الامبراطورية الرومانية ايه اللي حصل بدأ يعلن ان الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية لكل الامبراطورية فبدأ الناس كتير جدا 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 تخش في الديانة المسيحية اصبح الدين المسيحي هو اللي بيسود طيب الدين المسيحي بدأ ينزل بتعاليم وبدأ يبقى فيه بعض الاشياء المرفوضة زي مثلا ايه كان فيه مثلا في الفن الروماني بيميله شوية الى فكرة نحت العراية والحاجات اللي ممكن تبقى فيها شوية اباحية هل دا يليق مع دين سماوي نازل من عند ربنا اكيد لا فبدأ الديانة المسيحية تستنفر اللي كان بيتعامل فيه الحضارة الرومانية بالذات وطبعا اغرقية بس الرومانية كانت اكتر فبدأ يبقى فيه فن جديد لخدمة العقيدة المسيحية يعني ايه زي ما اجا اقولك مثلا مش فيه حاجة اسمها الفن الاسلامي ليه الفن الاسلامي لخدمة الديانة الاسلامية طب لما اجا اقولك الفن المسيحي يبقى اكيد لخدمة الديانة ليه المسيحية فبدأ يظهر في معظم انحاء العالم خد بقى يركز معاه في حتة دي عشان تعرف الفرق ما بين الاتنين في معظم انحاء العالم اطلق على الفن المسيحي الفن البيزنطي ما عدا مصر اطلق عليه الفن القبطي يعني افهم من كده ان الفن البيزنطي هو الفن القبطي بس اختلاف الاسماء هو هو يعني ما فيش اختلافات خالص يبقى اذا الفن البيزنطي فن مسيحي ظهر في معظم انحاء العالم كل المدن والبلاد اللي ظهر فيها مسيحية ظهر فيها الفن البيزنطي نيجي بالنسبة لمصر ده مصر في وقت كانت اسمها مصر القبطية يعني كانت مسيحية طيب ايه اللي هيظهر فيها الفن القبطي الفن القبطي وفي الوقت ده كان كلمة كبط واقباط يعني حتى كلمة ايجبت مستوحاة من كلمة كبط ده فن في الوقت بتاع العصور المسيحية فقول ذلك هي بات مستوحاة من كلمة كبط طيب انت قلتلي دوقتي حنتكلم في الفن البيزنطي والقبط طيب القبطي خلاص عرفنا انه في مصر وانت قلتلي البيزنطي في معظم عنحاء العالم بس اكيد ليه عاصمة او ليه منبع طيب هو اسمه ايه؟ بيزنطي طيب منبعه ايه؟ هل في بلد اسمها بيزنطة؟ اه كان فيه كان فيه بلد اسمها بيزنطة عارف بيزنطة دي اللي هي ايه دلوقتي؟ اللي هي تركيا يبقى ايه ايه المنبع بيزنطة ولكن انتشر ما بقاش بقى بيزنطة بس لا ده بقى موجود في كل الدنيا طب الفن المسيحي ده او الفن البيزنطي والقبط ده يعني مختلف عن الفنون اللي قبل كده تفتكر ايه؟ اكيد اه طبعا اول ما في اعلن الديانة المسيحية في الامبراطورية الرومانية بالذات في الجزء الشرقي منها فاصبح فيه ديانة مسيحية بتسود في المنطقة وبناء عليه بدأ يبقى فيه فن بيخدم على الكنائس واللوحات القبطية اللي هي موجودة لغاية دلوقتي احنا عندها دلوقتي لما بتدخل اي كنيسة او اي مكان ديني مسيحي بتلاقي فيه حاجة اسمها ايكونات الايكونات الايكونات دي بتبقى لوحة مسيحية معمولة بخلفيات بورق الدهب ها دي من ايام الفن البيزانتي وهي بتتعمل هي اتعملت كمان في الامبراطورة الرومانية بس في الفن البيزانتي لا هو الاساس بقى فاذا اصبح فكرة الفن المسيحي لازم يكون موجود لخدمة الديانة المسيحية عشان يبعدنا عن فكرة المحرمات او فكرة الحاجات اللي هي ممكن تكون فيها اي شبهة او اي حاجة ممكن تكون فيها نوع من الحرمانية طيب زا ما اتفقنا ان عاصمة الفن البيزانتي هي بيزانتا اللي هي ايه اللي هي كانت تركيا وطبعا الفن البيزانتي ده من الفنون اللي تعتبر طبعا هو اوروبي وتعبر من الفنون اللي واخد كتير جدا 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 من الفن الروماني يعني هو متأثر بشكل كبير جدا من الفن الروماني لان ايه انا لسه من شوية يعني في الحلقة السابقة قلتلك ان كان فيه المعبد الروماني كان يتعمل لقبة عشان يتحول من بعبد الكنيسة اهنا بقى استخدام القباب والاسقف الميل لان نبه السقف الميل بشكل كبير جدا في الفن البيزانتي يعني لما اجي اعمل كنيسة اعمل السقف بتاعها ميل لغاية دولتين ممكن فيه مباني بيتعمل فيها الميل ده عشان المطر والشتاء وكده والقبة بقى دي حاجة اساسية موجودة زا ما في الكنيسة او في المسجد وتعتبر يعني رمز من الرموز اللي يعني تعرفك ان اذا كان ده كنيسة او ده ايه في المسجد طبعا القبة بيبقى فوق منها صليب بقت حاجة مسيحية لو القبة فيقى فوق منها هلال بقت حاجة اسلامية طبعا ازدهر جدا الفن البيزانتي وانتشر جدا في معظم انحاء العالم بشكل كبير واصبح فن شائع استخدامه في كتير من البلدان طيب لما نيجي نتكلم عن اهم عناصر الزخرافة في الفن البيزانتي هنقوله رقم واحد عناصر هندسية ولما اقول لك عناصر هندسية انت اول حاجة ممكن تيجي في بالك ايه طبعا ما احنا عارفين ان احنا هنستخدم واحدات بسيطة في عمل تكوينات من المربعات والمعينات والمسلسات عشان نعمل منها تكوين بس انا شخصيا اول حاجة هنستخدم في بالي للديانة المسيحية طيب عناصر نباتية يعني ايه عناصر نباتية اقول لك يعني ايه عناصر نباتية هو انت مش في الفن الاغريقي وفي الفن الروماني استخدمنا ظهرة الاتانتس اه حنستخدمها برضو في الفن البيزانتي وذلك ده بقى فكرة المقارنة اللي انا بتكلم عليها دايما انك انت فن الاغريقي والفن الروماني والفن البيزانتي استخدموا نفس الظهرة اللي ايه ظهرة الايه الأكانتس وهنا بقى استخدموا لها ذاتة السلاس أو الخمس وريقات يعني الطبقات بقى بتاعتها بقت أكتر التلاتة استخدمها الرومان إنما الخمسة لا دي بتاعت مين البيزنطيين استخدموا كمان ظهرت الأنتيمون والزهيرة وطبعا كان التفريعات بقى والورق الشجر والحاجات اللي هي فيها تفاصيل كتير اتخذت وخاصة أن بقى فيها التأثير الشارقي التأثير الشارقي ليه؟ لأن المسيحية انتشرت في الشرق في منطقة الشرق طيب تالت عنصر من عناصر الزخرفة اسمها العناصر الحية ما ننساش أن العنصر الحي هو العنصر الحيواني اللي هو الكائنات الحية سواء كان الإنسان أو الحيوانات استخدموا بقى عناصر كتيرة جدا زي الطيور زي الحمام والطووس وبعض الكائنات الرمزية اللي هي الحيوانات الرمزية اللي هي ممكن تكون أسطورية شوية زي مثلا فيه لوحة شهيرة جدا بتلاقي موجودة في معظم الكنيس اللي هي لوحة أو قديس ماري جيرجس وهو بيحارب كائن حي غريب كده طب تلك كائن ده ايه؟ ما حدش عارف أنا شخصيا بحاول يعني أفهم الكائن ده ايه؟ ما بيحارب بسواء كائن شكل خرافي فده مستوحى من العناصر الحية في الفن البيزنطي كمان في عندي حاجة اسمها الوحدات الزخرفية دي جديدة قوي بقى دي ما قلناش قبل كده كلمة يعني احنا بنقوله عناصر نباتية هندسية رمزية عقائدية كده إنها واحدة زخرفية دي ايه بقى؟ قالك زي شكل الصليب مثلا والصليب ليه أشكال كتيرة مش مش شكل واحد أشكال الملائكة والقدسين والشخصيات وأقطاب الدين المسيحي المهمين يعني دي حاجات بدأت تكون متاخدة بشكل بقى ايه؟ مختلف عن كل الحضارات اللي ظهرت قبل كده وممكن يدخل مع الأشكال دي بعض الأشكال الهندسية المضفرة زي الحبل كده والمجدولة تمام؟ وطبعا يحاول يعمل نوع من البساطة والتحوير والتجريد يعني ما بيعملش تفاصيل تكون طاغية ولا تكون فقط تفاصيل كتيرة ولا كده لا بيحاول دايما إنه يخلي التفاصيل بتاعته تكون قليلة طيب نيجي بالنسبة للوحدات الرمزية الوحدات الرمزية زي ايه؟ الحمامة وهي بترمز إلى الروح القدس والطووس والصليب وأوراق وعنقيد العنب دي كلها وحدات بترمز لحاجات في الدين المسيحي يعني مش موضوع بسلا شكل الحمامة حلو ولا شكل الطووس حلو عاجبني؟ حمامة دي لها مدلول في الدينة المسيحية يبقى إذن إحنا عندنا أهم عناصر الزخرفة في الفن البيزنطي واحد عناصر هندسية عناصر نباتية وعناصر حية وعناصر زخرفية أو بنسميها الوحدات الزخرفية والوحدات الرمزية أربع حاجات في الفن البيزنطي بس لا البيزنطي والقبطي يعني برضو الفنان القبطي رسم نفسي ليه؟ الكلام طيب لو جت سألتك عن السمات والخصائص اللي بتكون بتميز الفن في الفن البيزنطي والفن القبطي هنقولوا إيه؟ أول حاجة هم شيدوا المباني من الأحجار وكانوا دايما بيكسوها بمواد بنسميها الملاط المواد دي ليه؟ عشان يشكل فيها ويعني يحفر فيها بسهولة ده بالإضافة لتطعيمها بمادة الفسيفساء اللي هي عبارة عن قطع صغيرة من السراميك والرخام واستخدام أشكال القباب دي بقى حاجة بتميز الفن البيزنطي أي مبنى ليه علاقة بالديانة المسيحية يعمل له قبة وكانوا كمان بيستخدموا خامة الإفريسكو وخامة الفسيفساء بشكل كبير جدا وكانوا بيعملوا عليه حفر ملون بشكل خفيف كده طب انت قلت لي إفريسكو دي يعني ايه؟ أو الإفريسك ده اللي هو إيه؟ اللي هو عبارة عن مونة بتتكون من رمل ناعم مطفي بيتعجنوا الاتنين على بعض ويتكاسي بيها الجدار زي المونة كده ويبتدي يترسم عليها وهي طريق ده اسمه الإفريسكو أو الإفريسك ودي كلمة إيطالية أصلا معناها طازج أما الفسيفساء فهي عبارة عن طربعات أو قطع صغيرة يعني مربعة كده من السراميك ماشي من الرخام ماشي من الحجر من الزلط من الصدف وكله بيطلق عليه إيه؟ الفسيفساء بدأنا في الفن البيزنطي والقبطي يكون فيه طرز ونمط جديد بيميل إلى المثاليات ليه؟ عشان يتناسب مع الدين الجديد تبتكلم في دين سماوي نازم من عند ربنا إيبا أنت لازم تتناسب تعمل حاجة تلئ بالدين ده فبدأوا يتكروا كمان بقى بعض الوحدات والرموز الجديدة واستخدموا طبعا فكرة البساطة والتحوير وتدخل الأشكال المدفرة بشكل كبير جدا وتكون مجدولة زي اللحبال كده وبشكل عام الفن البيزنطي والقبطي بيتميز بالبساطة وثبات الحركة والتجريد والتحوير والحس الديني هنا ده الفن مش فن بتاع استعراض أما ده الفن ده بتاع إيه؟ ده فن معمول مخصوص عشان إيه؟ تفتكر ها؟ ده فن ديني يعني ما هعمل حاجة في الكنيسة أنا مش هعملها من باب الاستعراض لا ده أنا بعمل حاجة بتعتبر زي حاجة توضيحية أو حاجة رمز ديني يعني بعمل لوحة مش عشان أستعرض مهارتي في الرسم لا ده أنا بعمل لوحة عشان أوصل معلومة دينية معينة فأصبح الفن فيه نوع من الوقار فن هادي فن بسيط انت بتتكلم لما بنخش في حتة الدين فانت لازم بقى تبعد عن فكرة الاستعراض فكرة التفاصيل الكتير والكلام ده انت عايز ما قلة ودل انت عايز حاجة بسيطة جدا عشان ما تحدش أو ما تبعدش عن فكرة المحتوى الديني أو المحتوى اللي ليه علاقة بالمكان نفسه طيب الألوان البيزنطية بقى برضو حيبقى فيها نفس الصفة دي فكر الفن الروماني بيبقى فيه تدرج لونيه واستخدام خطوط مش عارف ايه والكلام ده هنا بقى الفن هنا بسيط لدرجة أو الألوان هنا بسيطة لدرجة معظم الأعمال البيزنطية والقبطية ما بتزيدش عن أربع ألوان يعني ما بيميلش فكرة الألوان اليامة مش هحط هنا أحمر وأخدر وأصفر وأزرق ومش هحب لا فيش الكلام ده قلمة يزيد عن الأربع ألوان أربع ألوان بس؟ أربع ألوان بس ووظفهم بقى أنت وشطرتك أنت أخذ بالك؟ يعني إذن هنا ايه؟ ده ده اندل فبيدل على ايه؟ البساطة بيدل على ايه؟ البساطة والهدوء مش عايشة وشارة أنا عايز حاجة بسيطة حاجة هادية حاجة تتعلق بالموضوع اللي أنا بعمله مش موضوع استعراض ولا بالكسرة ولا الكلام ده برضو فكرة أنه يحدد الرسمة بخط خارجي ده موجود وخاصة أنه بيعمل اللوحات القطية اللي هي اللي قلنا عليها الايكونات بترسم بألوان تيمبرا مثلا ويبتدي يحدد بخط خارجي كده ممكن الخط ده يبقى لونه أسود أو ممكن يبقى لون غامئ كمان مثلا طبعا استخدم اللون الأحمر والأسود العميق بشكل كبير جدا البجن محمر ده بكسرة يعني من أكتر الألوان اللي استخدمها البجن محمر وطبعا الأسود العميق استخدمه برضو بكسرة واللون الأحمر برضو استخدمه بكسرة ده بالإضافة إلى لونين مهمين جدا ما ننسهمش اللي هما ايه؟ اللون الدهبي واللون الفبي اللون الدهبي واللون الايه? الف لان في اللوحات القبطية والبيزنطية كان دايما بيعميل لفكرة ان يعمل الخلفية بتاعته بورق الدهب. بورق الدهب. اصبح ايه? الى الايكونات اللي هي الرسمة على اسطح في الرسومات بتاعتي. حتى الرسومات نفسها لما كانوا بيجوا يرسموها كان دايما تبقى هادية. ما حبش ان الرسومات تكون فيها تفاصيل كتير ودوشة. لا. ما بنعمل حاجة فيها نوع من الوقار ونوع من التدين ونوع من التصوف. نيجي بقى نتكلم عن الفنون التاريخية في الحضارة البيزنطية والقبطية. هنقوله رقم واحد العمارة البيزنطية. العمارة البيزنطية مجال طبعا مهم جدا وهو كان شاطر فيه. واثبت نجاح باهر في استخدام الوحدات المعمرية في تكوين المباني وخاصة المباني الدينية اللي هي زي الكنيس وفكرة عمل القبطة. القبطة دي كانت الاول بتتعامل من الاخشاب. يعني يعمل القبطة دي خشب عشان يبقى وزنها خفيف مع الوقت بدأت العملية تتطور ويبقى القبطة دي تتعامل من مباني. دي جات مع مع الوقت. طبعا عشان تعمل قبطة بالشكل الدائري ده دي مش سهلة. يعني اي حد لو بيفهم في شغل العمارة موضوع صعب جدا عشان تعمل قبطة وقبطة كبيرة وتفضل سبطة ده موضوع مش سهل. طبعا القبطة دي بتبقى محملة على عمدان. عمل حاجة كمان بقى جديدة اسمها الاكتاف القروية. ايه الاكتاف القروية دي? قالك هي مسلسات بترتفع من ارقان مربع وتنحني للداخل لكي تتجمع في دائرة. حد فاهم حاجة? يعني انا عندي مربع. مربع اهو. اجي بقى في كل زاوية في المربع ده اعمل كتف من بره بارز ومن جوه داخل لجوه. بمعنى يعني يا ريت اه الاخراج يجيب لي بس اله. مسلا ده مربع اهو. مسلا افترضنا ان ده سقف كنيسة مسلا. يروح جاي من هنا. عامل الجزء ده. عامل الجزء ده. عامل الجزء ده. عامل الجزء ده. ده عبارة عن ايه? كتف من بره من المنطقة اللي بره دي يبقى بارز. من جوه نازل واصل للمستوى الايه? الداخل. لو انت بسط من بعيد وممكن ساعات يعمل ده منحاني شوي. ممكن يعمل ده منحاني شوي. ممكن يعمل ده منحاني شوي. لاحظت ايه? ادالك من جوه داير. او لما اجي بقى بعد كده اعمل هنا ايه? القبة. اصبح الشكل ده بيدعملك شكل ايه? القبة. زكاء منه. ودي كده حاجة بتبقى واحدة معمرية جديدة جدا وما كدش بتعمل قبل كده. خلاص? طيب نرجع بقى ونقول ايه هو استخدم الاكتاف القروية. استخدم كمان حاجة اسمها الاركان المحربية. اللي هي عبارة عن ايه? قالك هي عبارة عن قبوات. يعني تبقى القبة يعني هي ممكن تبقى قبة كبيرة وشابك فيها اكتر من قب صغير. زي الغالي ده 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 بيتعمل كده ممكن مسلا في المساجد لها قبة كبيرة وجنب ملازق فيها مجموعة قبب صغير. وطبعا القبب دي عشان تفضل ثابتة وتبقى طبعا ما تبقى حاجة لها وزن كبير. يروح جاي عامل تحت منها انواع من الاعمدة. الاعمدة دي بتبقى محملة طبعا. على طبعا يعني زي اكتاف كده او زي طبالي. بتبقى شايلة ليه? العمدان. العمدان دي كمان كان بيحاول دايما يخلي ليها شكل معمري مش مجرد عمود شايل اه اوبا لا. ده ممكن يخلي ايه? العمود ده اولا ليه تيجن بشكل معين. ممكن يكون الشكل ده يعني مبتكر. هو عامله شكل من عنده. ممكن يكون مستوحى من ظهرة الاكانت ازاي في الفن الاغريقي والفن الروماني. وممكن كمان يزود عليه فكرة الارجات او اللي احنا سمناها قبل كده اللي اسمها ايه? العقود الدائرية. وبالتالي اصبح شكل العمارة واخد شوية من الفن الروماني مع تحديثات عشان اوصل لأسلوب فني مختلف اقدر بيه اعمل بيه فن او حاجة تكون خاصة بيه ما تكونش اه مستخدمة او مستهلكة من قبل كده في اي حضارة من الحضارات. فبالتالي اصبح من ضمن الاستحداثات اللي حصلت اللي هي استخدام الاكتاف القروية واستخدام الاركان المحرابية. وطبعا مع استخدام الاوباب الشكل اللي هو مجمع اكتر من اوبا مع بعض في مكان واحد. فده بالتالي اصبح شكل العمارة مختلفة تماما عن العمارة الرومانية. ده طبعا في الفن الايه? الاغريقي وفي فن آآ البيزانتي. نيجي نتكلم بقى عن تاني فن من الفنون التاريخي احنا كلمنا عن فن العمارة. نيجي بنتكلم عن فن الرسم بقى. آآ قبل ما خش في فن الرسم لازم تبقى عارف ان في عندهم تقاليد لرسم الاشخاص. فاكر لما كنا بنتكلم في الفن الفرعوني عن ان في آآ تقاليد كان بيتباعها الفنان الفرعوني في رسم الاشخاص زي الوش من الجنب والكتف من قدامه والحاجات دي. هنا برضو ليه تقاليد معينة في رسم الاشخاص. زي ايه? اول حاجة السبات. ما تلاقيش تمسال واحد بيجري مساء. او صورة لحد بيجري. ولا صورة لحد مش عارف بيعمل حركة صعبة. لا. دايما الاشخاص في حالة سبات وقفين كده. ولو حتى مجموعة تلاقيهم وقفين في حالة ايه? يعني استفاف ومتجاورين بشكل يكون في نوع من الهدوء. حاجة كمان بتميز الفن القبطي والبيزنطي. التجريد والتحوير. يعني ايه? يعني ايه تجريد? يعني تبسيط. تلخيص. ما بعملش تفاصيل. وكمان كان ليه اسلوب معين في الرسم خاصة في الشخصيات الدينية. زي السيد المسيح مثلا. اللي هو يعمل ايه? خد بالك بقى معايا. اه تلاقي اولا مؤزم اوضاع رسم الشخصيات الدينية في حالة تورع. او في حالة اه تصوف. في حالة زهد. اللي هو يبقى واقف ايده كده. ونظرته فيها انكسار. واللبس بقى ما يبقاش في ايه? مبالغات. حاجات بسيطة خالص. ما فيش بقى التفاصيل والزخاري في الكتير. لا. كمان كان معظم الشخصيات الدينية يرسمها بدون نعال. حافظ. ليه? كنوع من التصوف في الزهد. مش لابس حاجة في ريجلي لانه في حالة زهد. دايما كان يعمل القماش واخي التنايات كده من على السدر كما لو كانت احبال مرصوصة جنب بعضها مترتبة قوي. وكمان كان يعمل على الوسط زي حزام بيربط كده. يعني زي بيبقى لابس زي حاجة زي الجلبية كده بس قصيرة شوية وفيها شراشيب في الكم وشراشيب من تحت ويبقى مربوط على الوسط ويتعامل التنايات بشكل هندسي بيبقى شكلها جميل جدا. تيجي بقى على الملامح وهو بيرسمها. تعالى بقى اقول لك الملامح. غريبة شوية. حتى انت لو ركزت لغاية دلوقتي هتلاقي بتتعمل بنفس الطريقة. اول حاجة تلاقي العينين واسعة. البقء صغير والمناخير مستقيمة وصغيرة. مع وجود شارب ورحية خفيفة. مع وجود شعر طويل مصفوف على الجنبين. يعني جاي كده وكده. طب ده ليه? ايه الملامح دي? ايش معنى? يعني هل انا بعمل العين واسعة على الوش والبقء والمناخير صغير? ليه? هل في مغزة? قالك اه. احنا بنشبه الشخصية الدينية بالطفل. يعني ايه الطفل? اش معنى يعني? اقول لك ليه? هل الطفل بيبع عنده زنوب ومعاصي? يعني ما اقول طفل لسه بيبي صغير كده. بيبع عنده زنوب. طبعا لأ. فاحنا عايزين نوصف الشخصية دي انها براءة الاطفال. بمعنى ان يعني هذا الشخص او هذه الشخصية الدينية المهمة مجردة من الزنوب والمعاصي. فده بقى نوع من الرمز. وكان دايما تلاقي حوالين الشخصية الدينية هالة من الضوء. تلاقي دايما كده في جزء كده مضيق حوالين الايه? حوالين الشخصية نفسها عشان يدي انارة للايه للشخص. تلاقي الشخص كده منور وتحس ان هو بقى هو البطل او بقى زي في فوكس على الشخص ده. لان هو ده اللي يهمني. الشخصات اللي دايما كانت بتترسم شخصيات دينية. المسيح. العذراء. اه مثلا بعض القدسين. اه شخصيات الدينية المهمة عندهم. هي دي اللي بتترسم. يعني حتى لغاية دلوقتي انت لما بتدخل اي كنيسة بتلاقي اللوحات اللي متعلقة ايه. يا المسيح. يا العذراء. يا اما قديس مثلا ماري جرجس. اه يعني في شخصيات كتير عندهم بس بيركزوا دايما على شخصيات معينة وموضوعات معينة. وبالتالي اصبح الفن ده لو احنا بنتكلم في فن مختلف عن كل الفنون اللي احنا قلناه قبل كد. يعني انت بتتكلم على موضوع مختلف تماما. وده يمكن احنا عملنا بقى نقلة في الحضارة ما بين زهور زهور الاديان السماوية فرقت كتير جدا. في الفن وفي وفي طريق التعامل الناس وفي اه الشكل العام اللي بيبقى عايش. طب ليه دايما بيعملوا الشخصات دينية بدأت? لان يا دايما ادقني دايما طولة عمرها بتبقى رمزة لليه للدين. يعني انا ما بتشوف واحد درق ده انو جبيرة بتقول له عام الشيخ. طيب مثلا القص في الكنيسة برضو ده انا طويلة. بتقول له يا ابونا. طب اصبح هي رمز لكل الاديان. حتى في الدين اليهودي بتلاقي الدقن هي برضو ايكونة كده او رمز لرجل الدين اليهودي. ازا اصبح اللحية مع الشارب دايما هي بترمز لي فكرة الدين او فكرة التدايم سواء كان في الدين الاسلامي او المسيحي او الايه? الدين اليهودي. طبعا كان معظم الموضوعات اللي بتترسم بتبقى بتعبر عن التواضع. وبتبقى اوضاع تقليدية بسيطة وفيها نوع من السبات. يعني ايه? يعني ايه من السبات? يعني ما فيش الحركة الكبيرة والكلام ده. وزا ما قلت لك طبعا الوجه دايما بيبقى اشبه ما يكون بوجه الطفل بما لمحه ونظرته. بتبقى دايما فيها انكسار وفيها نوع من او حالة من التضرع لربنا سبحانه وتعالى. وده وان دل طب يدل على ان السمة الاساسية اللي بتميز الفن البيزنطي والقبطي هي ايه? فكرة البساطة والتجريد والرمزية والتدرع والتصوف والتدين كل دي صفات من الصفات اللي بتميز الدين الي ايه? او الفن الي ايه المسيح. شوف كده مثلا الملامح تلاقي العين كبيرة على الوش. شايف البقص غنن ازاي? بص بقى المناخير مستقيمة ازاي? دي بقى حالة الدوق اللي احنا بنقولك عليه. طيب شايف الحالة النظرة طبعا الشارب واللاحية. الشعر طبعا الطويل المموج. ماسك في ايده الكتاب المقدس. طبعا شايف اللبس معمول ده طريقة. يعني اشبه ما يكونش باب الهندسية. مسلا دي لوحة قطية. شوف مسلا هنا نفسي الكلام. برضو البق الصغير لعينين الواسعة. الشعر المصفوف على الجنبين. طبعا واضح من وراء هوت ان ده وراء دهب. بس طبعا دي عشان لوحة قديمة. فتعتبر ايه? او ممكن يكون معمولة بالفوسيفساء بس معمولة بنوع يشبه شوية اللون الدهبي. برضو حتى الايكونات لو اتعاملت بالفوسيفساء برضو بيحاول دايما يحقق فيها نفس ايه القواعد ونفس الشروط اللي هو بيعمل. طيب تعالوا نتكلم بقى عن النحت في الفن البيزنطي والقطي. طبعا هنا برضو ما ننساش فكرة ان احنا بنتكلم في وجود دين سماوي. فبدأ يبقى فيه اساليب جديدة ممكن يكون متاخد من بعض التقاليد الفنية اللي كانت موجودة في بعض الحضرات القديمة زي الحضرات الفرعونية. وممكن برضو الاساليب دي تبقى رايحة شوية ناحية الدين المسيحي بشكل كبير. طيب التمثال البيزنطي بيتشاف دايما من قدام بس. يعني ايه? يعني ما بقاش يهتم بفكرة الحركة ان انا هشوف التمثال من الجنب اليمين والجنب الشمال ومن وراء وقعود اليف حاملية. لا. هنا بقت الاوضاع فيها نوع من السبات ما بقاش فيه الاوضاع اللي فيها حركة زيادة ولي فيها نوع من العنف اللي ما بقيتش موجودة. انت بسال حشوفهم من قدام زي بكون بشوف لوحة آآ نحت بارس بالزبط. طيب آآ فكرة الوقفة السابتة اللي كانت اصلا متاخدة من ايام مين الفرعنة? مش الفرعنة كانت دايما وقفتهم فيها نوع من السبات. هنا برضو نفس القصة. الوقفة السابتة اللي فيها هدوء. الوجه المعتدل. الناظر الى الامام. ودايما تلاقي الوش ممكن يبقى فيه حالة انقصار. في حالة هدوء. في حالة استكرار. حركة الزراع بتبقى تعلم كده. يعني مش حاجات ايه? فيها حركة عنيفة او كده. بالنسبة لي آآ العينين لازم تكون واسعة ونظرتها بتكون متجهة الى الامام والانف المستقيمة زي ما قلت لك ورفيعة. وادقن بتبقى دقيقة كده وصغيرة والشفتين وبيبقوا صغيرين طبعا. وبتبقى مقفول. ما تلاقيش مثلا البقى مفتوح. ليه? انا عايز اديك ايه? ما تنساش الهدوء. انا بدي لك نوع من الهدوء. فلازم يبقى الايه? في حالة صمت. طبعا اللي النحط البيزانتي بعد عن مثاليات واساليب النحط الاغريق الروماني. ليه? لان احنا قلنا النحط الروماني كان فيه سنة اباحية واستعراض واعتماد على التفاصيل الكتيرة والكلام ده احنا مش عايزين الكلام ده. ما انت عايز ايه? انا عايز حاجة فاها بساطة تخدم الدين الايه? المسيحي. طبعا اسلوب فن جديد ان ان انت تقدر تعمل نحط مختلف عن كل الحضارات اللي سبقت وتعمل كمان نقش بارز احيانا. ده الكلام ده كان بتعمل فين? في البيوت? لا. اما كان بتعمل فين? في الكنايس. معظم الاعمال النحتية كانت بتنفس في الكنايس. لو على الجدران نحط بارز ماشي? او لو هعمل تمثيل للانبياء او ليه المسيح او ليه العذراء او للقدسين فكانت بتتعمل في اماكن معينة في الكنايس. كان دايما بتتعمل في اماكن معينة داخل الكنايس. يعني تلاقي دايما كده في مكان ممكن يبقى فيه التمثال بتاع آآ السيدة المسيح او السيدة العذراء او القديس مسلا من القدسين. طيب. يبقى ازا النحط هنا راح في سكة تانية مختلفة عن النحت الايه? الرومان. الرومان كان استعراض مهارة. انا فرد فرد عضلات كده زي ما بنقوله. انما هنا لا الموضوع بقى مختلف تماما وبقى فيه فكرة الوقار بتسود وفكرة التدين والالتزام بقت هي الاساس في الفن البيزنطي والقطي. طبعا زي ما قلت لك التصوير والزخرافة في الفن البيزنطي كلها. فن البيزنطي والقطي طبعا مليئة برسومات مسيحية بتعبر عن السيد المسيح والسيدة العذراء وبعض القدسين. وتميزت طبعا الرسوم بتاعتهم في الفن البيزنطي بالهدوء والوقار والورع والطقوة. وسبات الحركة. وتلاقي الاشخاص متراصين بشكل فيه نوع من الوقار والترتيب المتعمد بحيث ان احنا في النهاية نقدر نوصل مضمون ديني وليه علاقة بالديانة الايه المسيحية. الموضوعات كلها فيها نوع من البساطة. ما فيش تفاصيل كتير. ما فيش فكرة الحركة الاوفر. ما فيش الكسرة المنحنيات اللي كانت موجودة في الفن الروماني. ما فيش الاستعراض اللي كان موجود في الفن الروماني ولا في الفن الاغريقي. وكان دايما في فكرة التواضع. والسبات. دايما تلاقي رموز الدين في حال التواضع. لما بيبقى شيخ حقيقي. او رجل دين مسيحي حقيقي. بتحس ان هو بسيط قوي. يعني تحس كده انت بتتعامل مع واحد منك. فده ده ايه? ما هو ده بقى الدين. الدين ان احنا نحاول ان احنا نبقى فيه بساطة في التعامل مع الناس ويبقى فيه حتة التواضع. فلما باجي عبر عن ده في الفن لازم تعبرلي عن البساطة والتواضع والمعاني الجميلة اللي احنا الاديان دايما بتنادي به. واخد بالك ان كل الاديان السماوية بتنادي بنفس الكلام. يعني لما نيجي نقول الحب والخير والعطف والعطاء والتعاون وكل الاديان السماوية نادت بالكلام ده. فبالتالي لما تيجي تقول حاجة في الدين الاسلامي هتلاقي موجودة في الدين المسيحة هتقول حاجة في الدين المسيحة هتلاقي موجودة في الدين الاسلامي. اه طبعا شوف مسلا الشكل ده. ده شكل اوقت من اشكال الكنائس في الفن البيزنطي. شوف القبة وجمال القبة طبعا القبة تبقى من جوه مليانة بالزخارف. من جوه بس? لابا من جوه من بره وحياتك. يعني يخلي القبة من جوه ومن بره مليانة بالزخارف زي ما انت شايف كده. بص بقى الجمال. شايف طبعا العمدان وشايف الشروفات. شوف بقى هنا بدأ يزهر فكرة ليه? الشروفات تحت القبة. شايف? عشان تنور وعشان تدي شكل جمالي معماري. شايف الزخارف اللي معمولة في الجدران دي? يعني مدخل كده فن النحت مع فن ليه? العمر. وده طبعا بيعتبر اه حاجة اعتبر عظيمة جدا يعني. مش مش اي حد يقدر يعمله. طبعا ارتفاع كبير. بس طبق واحد. زي ما انت شايفه. طبعا ده زي نفس فكرة العقود اللي كانت موجودة في الفن ليه? الرومان. شفت بقى السقف شايله ايه? عمدان. شايف العمدان? ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة. مستمر بقى الاف. وما بين كل عمود وعمود في ايه? منحنة هو. او لو بنسميه الارج. الارج ده اللي هو ايه? القوس ده. المجموعة دي كده على بعضها بنسميها عقد. شايف طبعا وراء برضو في الخلفية نفس الكلام. وده موجود لغاية دلوقتي. واخد بالك الاشكال دي موجودة في الديانة المسيحية او موجود في الفن المسيح وموجود في الفن الاسلامي. شكل الابة وشكل العمدان والكلام ده مع الاختلاف بقى الزخرافة بتاعتها. يعني هنا الزخرافة مسيحية. في الجوامع هتبقى زخرافة اسلامي. انما الفكرة نفسها هتحس انها قريبة جدا من بعضها. وده واندل فبيدل على ان الفكرة الدين لما بتسود في الفن هتلاقي السكة رايحة في حتة انت محددة بالنسبة لك وبتبقى انت ايه? عارف شكلها. آآ برضو دي شكل اوبة. اوبة برضو من الابة فيها برضو وحدات زخرافة طبعا متصورها من تحت بس الصورة مش واضحة قوي. وفوق في خالص في الابة من فوق زي ما انت شايف ايه? رسمة لشخصية دينية. حتة في الابة حتة في الابة. عشان تبدي قدسية للشخصية. فانا خليتها في اعلى مكان في الايه? في الكنيسة. وممكن طبعا كل الناس تبقى شايفها. وانها تتحط في السنتر بتاع الدايرة. فده برضو دليل على انك انت بتعمل ايه? عمليه? تركيز على الشخصية نفسها. عينك لازم حتيجي عليه? طيب نرجع بقى ونقول الحرف والفنون التطبيقية في الفن البيزانت. حنقوله رقم واحد النسيج. طيب احنا حنقوله النسيج وزخرفة النسيج. خد بالك بقى. النسيج اللي هو صناعة النسيج زي الحضارات اللي قبل كده. عملوا النسيج عملوا النسيج بانواع مختلفة. ولما تيجي تقول في مصر ده عملك عملك نوع من النسيج اسمه النسيج القباطي. مشهور جدا. النسيج القباطي. وخد بالك مصر كان طول عمرها من من الدول اللي تتحط في المصاف الاول في صناعة المنسوجات. من ايام الحضارة فرعونية لحد اه قريب جدا. كانت معروف كده القطن المصري والصوف المصري. بتبقى طبعا ايه? ليه شهر عالمي. استخدم اسلوب الكنارات المنسوجة. عارفين زي ايه? زي الشراية الزخرفة اللي بتتعامل بيها الاقمشة. دي كانت موجود. واسلوب التطريز اللي هو يعني يرصع كده زي الفساتين اللي ما بيعملوها كده بالاسترسات. واسلوب المخرمات. ان يبقى لقماش فيه حيطة مخرمة. زي مثلا برضو بعض الفساتين كده اللي موجودة دلوقتي يعني. طبعا استخدموا الحرير والصوف والكتان والياف العنب. انواع كتيرة جدا من المنسوجات. عارف كمان بقى فكرة زخرفة المنسوجات بزخارف مسيحية. باسلوب بقى بنفس الاسلوب بقى اسلوب التطريز والمخرمات والكنارات والكلام ده كله. بس يدخل في معاها بقى ايه? الاشكال المسيحية بصبغات مثلا. ممكن يصبخ. ممكن يرصع. ممكن يخرم. ممكن يلون. مبارع طبعا في ده. واصبح كده بقى فيه عندي. فن المنسوجات وفن زخرفة المنسوجات. سواء المسيحية والقطي. برضو صناعات المعدنية كانت مشهورة جدا عندهم. صناعة الزجاج. الخزف والجلود. الحفر على الاخشاب والاحجار. الاعمال المزيك والفسيفساء. النقش والتلوين على بالاساليب المختلفة على الاسطح المختلف. وخاصة الاخشاب. معظم الرسومات كانت بتنفذ على الاخشاب. وبالتالي اصبح الفن البيزانتي والفن القبطي واحد من اهم الفنون اللي احنا مرت علينا على مر العصور وعلى مر التاريخ. وزا ما قلت لك فرق معنا كتير جدا ظهور الاديان السماوية لان رتب لنا حاجات كتيرة وخلنا نفكر بشكل مختلف وبقينا بنسعة ان احنا نعمل فن يكون ليه شكل ومضمون ويكون حاجة بتخدم العقيدة وبتخدم الانسانية وبتخدم الدين. وبالتالي بقى عندنا حضارة جديدة دينية مرتكزة على المرجعية الدينية المسيحية. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة. اه بتمنى يا رب اكون فتكم وتكونوا استوعبتوا الدرس النهاردة. وطبعا لسه متكملين معاكم وان شاء الله هنكمل لكم المرة الجاية. هنكمل بقية الجزئية كده في الفن البيزانتي والقبطي. وبعد كده هنخش على الدرس الجديد. وان شاء الله بيتمنى لكم كل التوفيق. وبشكركم طبعا على حسن المتابعة. وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة